مرحبا حضراتكم من جديد في رأي عام ومن يومين ثلاثة احنا فتحنا باب للحوار مع خبراء ومتخصصين منهم أطباء نفسيين عن الانتحار وعن أسباب الانتحار لكن فضلنا في انتظار فضيلة الدكتور مجد عشور مستشار مفتي الجمهورية علشان نتكلم عن الشق الديني عن الجانب الديني ونتسأل هل فيه أي مبرر لانتحار الشخص من وجهة نظر الشرع من وجهة نظر الإسلام كيف ينظر الشرع إلى هذه المسألة هل المنتحر كافر زي ما بنسمع يعني من ناس كتير ولا لا يعني هل هو كافر ولا لا ده اللي هنحاول يعني في عجوالة كده حسب ما يسمح الوقت طبعا مع فضيلة الدكتور مجد عشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أهلا بحضرتك كافر أهلا وسهلا بحضرتك طيب نبدأيا كده يعني كيف ينظر الإسلام إلى الانتحار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومؤلاء رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أولا مسألة الانتحار قبل أن نتكلم عنها نتكلم عن شيء ينبني على الانتحار وهو أهمية النفس الإنسانية إحنا عندنا طبعا من المقاصر الكلية في الشريعة أن نحافظ على النفس وعلى العقل وعلى الدين وعلى قرامة الإنسان وعلى مال وملك الإنسان دي الكليات أو المقاصر القبرى التي يحرس الدين الإسلامي بل كل الأديان بل حتى الأيدولوجيات والأديان الوضعية الأرضية لا تختلف معنا في هذا الأمر بحيث بسموا إيه طلقتها العقول بالقبول كل العقول الناس العقلة يلؤى نحن نوافق على الحفاظ على هذه الخمس فالحفاظ على النفس ده شيء مهم لذلك أنا أقول أنت بتحافظ على نفس غيرك فلا تقتله أو لا تؤذيه وأيضا تحافظ على نفسك أنت فلا تضرها ولا تقتلها أو تتخلص منها يبقى من هذا المنطلق خاصة أن النفس الإنسانية ليست ملكة للإنسان هي ملك لله عز وجل يعني ينفع حد يتصرف في ملك حد مش بتاعه بيقولك لا تصرف لابن آدم فيما لا يملك أنا أتصرف في اللي تحت إيدي أو اللي ملكه طب اللي مملكوش لا تتصرف فيه ده حتى في الأمور الحياتية وفي العقودة عندنا وفي البعاملات جسم الإنسان وروحه ونفسه نفس الحكاية هي ملك للإنسان ليست ملكة للإنسان وإنما هي ملك لله عز وجل لذلك بنقول إيه ما ينفعش تتصرف فيها من تلقاء نفسك خاصة في أمور الموت ليه لأن الموت ده أمر غيبة من حيث الزمان ومن حيث المكان أنا بقى هاجة حدد الزمان والمكان وربنا جعله غيب طبعا واحد يسأل ممكن يقول إن طب هعمله ويبقى هو ده القضاء والقدر آه يبقى هو بس مش عاوزك أنت تكون سبب في إقاع القضاء والقدر ويكون سبب سيء أو سبب فيه ضرر عليك أو على البشرية فلذلك لا نتدخل في علم الغيب الموت إمتى وفي أي مكان لذلك الإسلام حرم الانتحار من أجل المنتحر نفسه يعني الإسلام لا يريد أن يضيق على هذا الشاب أو الفتاة أو كده لمجرد التضييق لا ده هو يحافظ على نفسه ما هو الشريعة جملها إيه أنها تحافظ على حياة الجميع بلا استثناء فالإنسان لو أقدم على إزهاق روحي نفسي يعني موت نفسه فالشاب بتقول لك لا أنا بخاف عليك إوعى تعمل كده طيب ولو عملت كده الشريعة بتقولي أو الشرع ولو عمل كده يبقى ارتكب كبيرة من الكبائر ليه لأن احنا قلنا يعني استعجل شيئا قبل أوانه الشيء ده مش وقته إنت بتستعجله ليه هيجي وقته إنت عاوز تعجل بوقته فممكن زي واحد كده إما يجي شجرة والنطج بتاعها لسه مجاش فأنا هروح أجز الشجرة دي عشان إدي الناس هدي الناس طمق ولا عنب ولا هديهم مع زيارة حصرهم حصرهم ده حاجة غير إيه غير ناضجة يبقى مقصودك مش عيتحقق للك ولا للناس فالإسلام بيقول إن المنتحر مرتكب كبيرة من الكبائر ليه؟ هي كبيرة كبيرة زيها زي إيه مثلا يا فضلت كالزنوب كحضرتك زي كده يعني عاوزين نقول إيه على حسب السلم بتاعها يعني إحنا الحفاظ على النفس لو جعلناه في أول مراتب المقاصد يبقى الإنسان اللي عمل كده هدم أول مقصد من مقاصد الإسلام والحفاظ على النفس فدي كبيرة من الكبائر زي ما بتأتي الواحد هي نفسها بيأتي الإنسان بيأتي نفسه طبعا لما بتأتي الواحد بيقوله النفس بالنفس ويجي بالحكم بالإعدام خاصة إذا كان في حالة تعمد وإصراره وترصده كده أنت بتعمل نفس الحكاية أيها المنتحر فأنت قتلت نفسك هنأخذ منك الحق إزاي ونأتي لك ونأتي لك من أجل نفسك أنت مش من أجل حد لذلك جاءت ناحية الكبيرة زي والعياز بالله ارتكاب الفواحش بس دي أشد أصل أشد شيء عند الله إراقة دم الإنسان في غير وقته لذلك بيقول أنت في فسحة من عمرك ومن حياتك وفي مأمن ما لم طرق دما يبقى أنت في فسحة في أمان ربنا يخفر لك سواء كانت دم آخرين أو دم آخرين أو دم النفس بغير حق فأنت كده في أمان إذا عملت العمل ده بتبقى في مشكلة وفي خطر بس لا نقول إنه قفر يعني جماهير العلماء أو الجماهير العلماء يقولون إن قاتل نفسه أو نفسه قد ارتكب كبيرا من الكبائر العظيمة ولكنه لا يكون كافرا لذلك نحن بين طرفين لا نكفر ولا نهول ولا نهون بس دي كبيرا من الكبائر لأنك أهضرت نفسا يحبها الله ورسله فإنت ليه بتهدرها يبقى زي كده بنقول بالبلد كده بتزعل إنجاز التعبير مع المجاز يعني بتزعل ربنا ليه هو بيحبك وإنت بيتموت نفسك لأن أنت كده مخالف للأدلة الشرعية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الله عز وجل بيأمرنا بكده الله يأمرنا بأننا نحافظ على أنفسنا بيأمرنا شوف لما يجي الأمر الإلهي لما يأمرك بالمحافظة على النفس يبقى ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني ربنا بيقولك حافظ على نفسك ده بيفسر يعني العبارة اللي حضرتك قلتها اللي هي إنه النفس هي ملك لله نعم يعني ومن هذا المنطلق يعني المسألة مش من مسألة امتلاك يعني مادي ولكن هو زي ما يمكن فضلتك أشرت إنه ربنا بيحبك فبالتالي عايزك تحافظ على حياتك طبعا مش كده ده بيحبك وعشان بيحبك بقولوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة بيقولك ما تقلت لش نفسك شنا بحبك وانا رحيم بيك وكلمة رحيم جات في الآخ اللي بقاه لا عملت أي زنب اوعى تقلت نفسك اوعى لأي زنب يغفر حتى ولو كان الشرك والقفر طبعا ما انت فيك حياة توبوا استغفر ربنا سبحانه وتعالى يبقى ترجع على طول فربنا بيقولك أنا خايف عليك وخايف على نفسك فأنت مش خايف على نفسك يعني وتفرط فيها بهذه الطريقة ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا بالمجاز كده يعني يزعل منك أو يغضب منك إن انت تجرأت على شيء هو من أمر الله لأن ده ملك لله عز وجل وده الفارق بقى بين البرضايم أو النموذج المعرفي بتاع الشرائع السماوية ومنها النموذج المعرفي الإسلامي إن النفس ليست ملكا للإنسان وكمان بنتكلم الأعضاء ليست ملك الإنسان لذلك بنقول إيه؟ بنقول لا تبيع الأعضاء لا تبيعها هي مش تحت البيع والشراء نفسك لا تفرط فيها إن نموذج المعرفي ممكن في بعض البلدان إليه الشرائع ممكن ما كنتش حكمها ممكن يقولي لا ده أنا ملكي نفسي أتخلص من نفسي وقت ما أشاء أو أعمل وقت ما أشاء وده بيخش تحتها مسائل كتير بقى خش بيحطيها المطلئ كلينيكي هل نشيل أجهزة بإنعاش عنه وهو في الحالة الأخيرة ونريحه ونرحمه ولا ما نشيلش ده كل المسائل دي تتشعب عن قيمة النفس عند الشرائع خاصة الشريعة الإسلامية وعند غيرها من الأيدولوجيات اللي بتظن إنه بيعمل كده رحمة بنفسه وده بعناه بقول إيه بردائم أو نموذج معليه في إسلامي ليه أو طبع الشرائع السماوية بمعنى إنه ممكن لا ينظر أن هناك عذابا في الآخرة أو حسابا في الآخرة باش عذابا حسابا في الآخرة فإلا خلاص أنا هرتاح من هموم الدنيا ربنا بيقول لك جزء من هموم الهموم بتاعتك دي يقول لها جزء من ساعتك في الآخرة لو تحملتها رفع درجات أو طمحي السيئات فهي حلوة مش وحشة ولذلك لا تتخلص من حياتك لإن حياتك تهمنا حتى لو أنت تعبان هنكفأك في الآخرة بس ما تخلص نفسك بنفسك في الدنيا وده بيفسر أنه الشرع بيحرم ما يسمى في بلدان معينة بالقتل الرحيم بالقتل الرحيم طبعا هو ظاهره قتل الرحيم ولكن باطنه غير رحيم ليه؟ والقتل الرحيم عشان السادة المشاهدين يعرفوا واحد يتألم المرض والألم شديد زي مرضى كده الكانسر مثلا نسأل الله العافية لنا ولكم جامعا فهو يقولك بدل ما يتقلم ورايح للموت بعد شهر شهرين تاتا ستة تمنا موته وريحه العملية عندنا مش كده ليه؟ للأنا حكيته هو بيتقلم حقيقي أصلي اوعى تظن نفسك إنك أنت أرحم بخلق الله من الله لا ده ربنا رحيم بي وهو يرى تقلمه بس عايس قاله أخليك تتقلم شوية في الدنيا ولا إن انت تيجي يوم القيامة تتحاسب على الحاجات الوحشة اللي عملتها أو إنه رفع دركتك لدرجة إن قاله في الحديث بقى في البخاري بيقول يؤتى بأبأس خلق الله يوم القيامة اللي شاف ما شافش حياه حلوه خلص شافها كلها مر فلما شافها كلها مر يعني خلاص يعني معاش حياه حلو يأتي يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة ثم يخرج من الجنة فيقال له هل رأيت في عمرك شرا قط سوءا قط عمرك شفت حاجة وحشة قال والله ما رأيت شرا قط مغمسة في الجنة مسحة عذاب السنين كلها لعشة في دنيا واخرى مع إنه تألم بس النعيم اللي في الجنة الدائم الأبدي في جوال رب العالمين نسا كل ده المعنى ده مش موجود عند البلد والقتل الرحيم مش موجود لأنه بيقول الإنسان يملك نفسه البشر أرحم بالبشر من رب البشر فبنقوله طيب أنت هتحرمه من حاجات كتير أولا تتدخل في موته والنفس ليست ملكا لك والروح ثانيا انت فاكر أن أنت أرحم به من الله عز وجل ثالثا عندنا إحنا بقى أن ده ممكن يكون بيحصل فيه كده لأنه عمل زنوف ربنا بيخلص منه كما تلين تدان أو أني بيرفع درجات عالية في الجنة ليه تحرمه منها لو تركته هكذا وذهب ودخل الجنة حتى ومنع من درجات الجنة كان هيقولك ياللي موته قتل رحيم أنت ليه بيتموتني قتل رحيم ما كنت تسيبني لأنه كنت هاخد درجات أعلى في الجنة أو كنت هاخرج من النور وخش الجنة بسبب الألم اللي أنا تقلمته واللي بياخد قراره يعني لو مريض مرض عضال وأخد قراره بأنه يمتنع عن أخذ الدواء هل يكون في حكم المنتحدة طبعا اللي يمتنع عن أخذ الدواء وهو لأن ده العلماء جماهير العلماء يقولون أن التداوي واجب ده التداوي واجب من المرض ممكن يكون اللي مش قوي فالمرض الشديد تداوي منه ليه لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بالأسباب قال تداوي عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وله دواء إلا الموت وفي رواية إلا الموت والهرم يعني الكبر والشيخوخة مش أن يقدر نرجع الإنسان تاني مهما يعمل في نفسه هيعمل شواء بس برضا هيرجع الشيخوخة تاني فهو بيقول لك خذ بالأسباب كلها وخذ الأدوية أنت مش عاوز تاخد أدوية ليه يبقى هذا الإنسان سيعاقب إن عاقبه الله بس إحنا عاقبه الله بس إحنا عاقبه الله بس إحنا نقول إيه خلي بالنا إن المنتحر مرتكب لكبير من الكبائر وإحنا عندنا مرتكب الكبائر ده ربنا هيعمل فيه إيه كله موكل إلى مشيئة الله عز وجل لا نحكم بأحد أو على أحد بجنة أو نار ما نقولش إذا داخل النار ما أطمانش ما ليش دعوة السق ده مش معاينة يبقى ليس معي سق بدخول النار أو الجنة فهو أمر يتعلق برب العالمين وهو شأن من شأن الألوهية فإحنا بنقوله اللي ما تاخدش الدواء أنت آثم إثما كبيرا ولو استمر الأمر وأدى إلى موتك بالسبع ده من أخذ الدواء تعد نوعا من أنواع الانتحار طيب زي ما أنا قلت في المقدمة دكتور إنه إحنا فتحنا باب الحوار حوالين هذه القضية قضية الانتحار وتكلمنا مع طباء نفسيين تكلمنا مع خبراء ويمكن تناولنا في هذه المناقشات أشياء علمية إحنا دلوقتي بنتكلم من حيث الفقه ومن حيث الشريعة هل مسألة الانتحار دي أو من يفكر في الانتحار هل فيه مش طريقة ولكن هل فيه تعاليم معينة تخليه يتراجع تعاليم دينية أنا أقصد يخليه يتراجع يعني يفكر في إيه علشان يتراجع عن هذه الفكرة أولا طبعا العلم النفسي هنا داخل مع الشريعة في هذا الأمر لأن لابد أن نقف على أسباب الإقدام على الانتهار ودي فيها دراسات في المركز القوم ببعض الاجتماعي والجنائية والجهات المختصة بعلم النفس ففي أسباب كتيرة الأسباب الكتيرة الإحباط الأسباب الكتيرة شيء متصور أنه مالوش لازمة في الكون أنا عاوز أقول لكل واحد ليك لازمة في الكون ولو مجرد ذكر الله عز وجل ولو مجرد أنت تتخدم واحد ولو مجرد أنت تبتسم في وجه واحد ده ليك لازمة مفيش حد مخلوق مالوش لازمة أبدا مهما ضعف ده لازمة لده وده لازمة لده إحنا عندنا الشريعة كده متكاملة يعني الغني يبقى ليه لازمة والفريد مالوش لازمة لا ليه لازمة المريض والسليم نفس الحكاية فهو عندما يقدم على الموت أو الانتحار أو بيفكر لابد أن نقف على الأسباب السبب الرئيس بقى اللي هو حالة اليأس ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون والكافرون هنا بمعنى إيه قفران النعمة لأن الروح دي نعمة مش خروب من الملة لا يعني تقفر بالنعمة ليه وروحك موجودة ما تقفرش بيها فتتخلص منها فبنقول حالة اليأس دي أوعى لأن لو الوقت قدامك الدنيا ظلمة سواد حالك بعد شوية ستبدد هذا الظلام وربنا هيفتح لك طاقة الزوف هتتغير كلها كل يوم من هو في شأن فالظروف بتتغير فإحنا بنقوله إنت لأن بعضهم بقول إيه إذا أعلان اللي هو المنتحر ده ممكن بيبقى إذا أقول لك ربنا مش مديني زي مد البقين فأنا هخلص نفسي بنفسي وارتعح واحد تاني بينتحر من أمور اعتقادية فيقول إن أنا مليش لازمة في الوجود فهبوت نفسي أمور كتيل لو وقفنا عليها هتلاقي أسباب بسيطة جدا لذلك عندنا في ضر الإفتاءة المصرية وحدة اسمها وحدة بنسماش بقى لإيه ما بنسماش وحدة ضد الانتحار لا اسمنا وحدة الحوار 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 فاللي يكون عندنا فبنجيبه لما يكون حالات زي كده بنقعد معها بنقف على المشكلة اللي عندها فلو مشكلة إيمانية نبتدي نتكلم لو مشكلة حسنا فيها نحية نفسية اجتماعية نبتدي نستعين بعلماء النفس وعلماء الاجتماع لسه حضرتك يعني بدون ومعرفش ذكر الأسماء جالي على له هاتس أب حد بيقول إن أنا يعني يعني هو الانتحار قفر فأنا بقوله لا ليس بخفر ولكن كبيرة من الكبائر فالمهم بعت أو بعت يتمعرفش إن طيب بس أنا سمعت حد يقول قفر قلت له لا ده جماهير ولا ما بتقولش كفر ده كده خللي على الوقت سعد لك وحد أنا معرفوش أصلا يعني فوقع بي فبعت لي فالمهم بعت أو بعت بتقول طيب طيب لما مش كفر أنا هموت نفسي من لسا عايز أقول هموت نفسي يشجع الناس على على مسألة الانتحار بس أما أنا قلت مش كفر بس قاتل أوعى تفتكر إن أنت تختلف لما تقتل نفسك عما تقتل غيرك لو واحد قتل غيره قتل كده وحرمه من الحياة وحرم الناس منه زيها بالزبط عندما تقتل نفسك وتحرم الناس منك فالمهم لما لقيت كده قالت بقى لا أفرق بتعالمه وكلام من ده أو قال فأعمل كده فطبعا نروح تبديها عندنا على طول لوحدة الحوار بدون ذكر أسماء وبدون حاجة وأنا ما عرفش الاسم أصلا على أساس يتواصلوا يعرفوا السبب إيه والأسباب بتبقى بسيطة يعني على أهون الأسباب فعندما نيجي حضرتك نلاقي إن الأمر بسيط فبنقعد معهم نتحور من اللي بيكون في لجنة الحوار دي لجنة الحوار ده إنسان واخد دورات هو شرعي بالنسبة للشرعيين واخد دورات مكثفة في علم النفس والطب النفساني وعلم الاجتماع بحيث أن يوعد وعلم كمان الكممونيوكيشن إزاي أتواصل واخد هذه الأمور إزاي أتواصل من أقصر طريق وكمان في مزيد رحمة طبطب على الأدامي لأن المنتحد ده بنشفق عليه لأن رايح يخلص نفسه ده أي إنسان بيقدم أو مريض وقدمه دقيقة يقول له عن عيشك دقيقة وعندك مئة مليار يقول له خد مئة مليار بسعيشن دقيقة فأنت رايح تهلك الوقت في كله فهتهلك فعشان كده بنقول ده بيجازف ده المنتحر مجازف والمجازفة دي المجازفة دي لها أسباب فإحنا بنحب بنريد أن نعرفها بس إحنا ما بنقنتش من رحمة الله فهذا الإنسان متدرب اللي هو بيقعد معاه متدرب على هذه الأمور بحيث أن يسمع كل حاجة وإيه المجازف حتى يقف على أصل المشكلة وعندنا نمازج من دار الإفتاء المصرية لا أريد أن أقول استنقذنا حياته أناس غير قليلين ولكن ساعدنا ناس في هذا بحيث أن الصورة غيرت خرقت بينهم الطاقة السلبية وأعطتهم طاقة إيجابية إيمانية فراحوا حياتهم لأوا إن حياتهم لها قيمة فلما لأوا الحياتهم قيمة انبسطوا فانشغلوا فخلاص ما فقروش لأن الشيطان والعزو بالله هينشغل على الإنسان الفاضي اللي مش مشهود بحاجة فده حضرتك لازم نعرف الأسباب عشان خاطر نعالج هذا الأمر جميل في دراسات بتقول أن مواقع التواصل الاجتماعي بتلعب أو لعبت وما تزال دور كبير جدا في إقدام ناس كتير جدا على الانتحار رأي حضرتك إيه؟ يعني أدوات التواصل الاجتماعي سبب في بلاء كبير ليس في الانتحار فقط ولكن في نشر الشائعات ولكن في تقليل عملية القيم أو منظومة القيم في ومنها الانتماء للوطن ومنها حفظ حقوق الآخرين ومنها الخصوصية مع أن السوشال ميديا دي ممكن نستخدمها استخدام جيد وهي تستخدم في بعض الأحيان استخدام جيد بتنفع البشرية وبتنفع الإنسان فالسوشال ميديا عامل كبير من عوامل مشكلات قبرى الآن منها مسألة الانتحار منها مسألة للحاد منها مسألة التطرف والإرهاب منها مسألة الطلاق كل ده السوشال ميديا ديش في الأربع يعني أمور قبرى دي السوشال ميديا قد يكون العامل الكبير في مثل هذه المشكلات والقضايا القبرى فعشان كده بننبه وعاوزين الأسرة عاوزين ندرب الأسرة على كيفية التعامل مع السوشال ميديا واندرب الشباب والشباب عارفين أكتر مننا كيف أتعامل مع السوشال ميديا تعاملا إيجابيا يعني كيف يكون لي وليس علي لأن دي مشكلة قبرى زي بقول لحضرتك لو حضرتك ممكن أعدي لك عشر قضايا قبرى الأمم كلها مش مصري بس يعني تأنه تحتها والعامل الكبير فيها كان زمان اقتصادي أو اجتماعي مثلا أو نفسي الآن أصبح العامل الأكبر فيها هو الاستخدام السيء للسوشال ميديا فطبعا إحنا عاوزين نرشد الاستخدام وترشيد الاستخدام ده هيجي قبل منشر الحاجة يعني مثلا إيه في الاعلام اللي هو في سوشال ميديا يعني شافوا حالة انتحار هل من الأولى إننا أنشر هذا المقطع وأشياره أشياره زي بقولوا كده لملايين ولا بلاش أنشر وخلي جهات التحقيق تعمل حتى لو في جهات أجدابية نشره هل ده فيه إيجابية أسأل أهل الإعلام أسأل أهل علم النفس هيقول لا ما فيه إيجابية يبقى ما نشروش يبقى لضره أقرب من نفع إيه وعتقول ده أنا أحذر قطاع كبير من هذا لا أتحذر إزاي ما هو يعني شاب بيمر بنفس الظروف هيعمل كده المواقع بتبحث عن الترافيك زي أنا بيقوله آه بتبحث عن الإثارة آه مش الإنارة إحنا أمة تحب الاستنارة والإنارة ولا تحب الإثارة لأن الإثارة بتؤدي بالذات بتعمل شغل كبير مع حماس الشباب وتخلينه يفرد في أشياء كتير حتى انتمائه للوطن ممكن تخليه فرد فيه حتى انتمائه لأسرته لزوجته فيطلقها بسبب إيه السوشيال ميديا شائعة ممكن تهدم دولة قم من دول بقول لا أقول هدمت اضطربت بسبب شائعات فنحن بنقول لنا إيه الاستخدام السوشيال ميديا هنا بقى في مسألة الانتحار بنقول للناس اتقوا الله ولا تنشروا حالات الانتحار أنت لست منوط أو ليس منوط بك أن تنشر هذا الأمر هو أنا في السوشيال ميديا كشخص أنا منوط بي ومسؤول أن أنا أنشر انجي حالة الانتحار أو حالة الانتحار وقعت في كذا لا حتى بقول للإعلام نقلل من هذا إلا بضوابط حاكمة ليه عشان نحافظ على أصحاب القلوب الضعيفة والنفوس الضعيفة إلا عندهم حالة يأسي شوية حالة إحباط نحافظ على أولادنا بهذا الاستخدام الجيد في السوشيال ميديا طيب يمكن حضرك أشرت إلى دور الأسرة يعني في عجالة لو يعني بالتفصيل شوية يعني شايف دور الأسرة إزاي في هذه المسألة دور الأسرة دور كبير لأن أي خطأ كبير بيحصل عند الإنسان بيجي من النفس الفارغة فيه فراغ عند النفس النفس دي بيلي بيملاها إحنا عندنا أدوات بتملاها عندنا المدرسة أو الجامعة والأسرة أو العمل أو الإعلام كل ده بيملاها طيب إحنا عاوزين نيملاها كل هذه الجهات المختصة بهذا الأمر كله يقوم بواجبه الأسرة بقى أهم طبعا أنا شايف دلوقتي يعني في الأسرة مثلا يقعد الولد والبنت على الكنبة والأم والأب بعدين في نفس الأوضة ما حد يشرف حاجة عن التاني حد شرف عن حاجة عن التاني ده وده شاب فيه طاقة وبعدين ده المشكلة الوقت يا دكتور عمر إن الشباب ما بقاش يطلع التقز الأول لهو عوز يعمل جيم ولا يروح رياضة واحد على السوشال ميديا على طول في مكان واحد كيف كيف ستخرج الطاقة ده زمان لما كانش فيه سوشال ميديا كانت تخرج من البيوت تروح النوادي أو مراكز الشباب أو تتمشى أو أي راح مع صاحبه وهكذا دلوقتي يقول لك صاحبي هو السوشال ميديا المدرسة بتاعتي هي السوشال ميديا الجامعة بتاعتي هي السوشال ميديا مراتي أهو ممكن أستعيد عنها بالسوشال ميديا طب هو خلاص هقعد في البيت على دول فأصبحت مشكلة فيه كبت هذه الطاقة عند الإنسان فلذلك بنقول الأسرة هنا الأب بقى أين وجود الأب والأم روح المرح روح المناقشات البسيطة الجميلة روح التعاون في أخذ رأيي في البيت روح الخروج مع بعض يعني الويك اند والحاجات دي كلها نهاية الأسبوع فين الحاجات دي كلها والحاجات على فكرة فيه واحد يقول لي ويك اند ايه وانا معيش فلوس هنقوله في زمان كنت تعمل ويك اند من غير فلوس الويك اند هتتماشى على قبر قص النيل ادي ويك اند ما فيوش حاجة مش هتتكلف حاجة بس تمشي والحركة فيها بركة كما يقولون السعي والحركة فاحنا الحاجات دي الأسرة لازم تلتفت ولازم الأب والأم يعرف ابنه حالته النفسية عامل ايه وبنته خاصة في وقت المراهقة وعنده وطالب في الجامعة وبعض التخرق ليه منتظر بقى عاوز اشتغل انا تعبت في الوطاع والشائعات عملا تشتغل وعملين ادفوا لان لقى شغل والتاني لم يجد عملا ده عشان عنده واسطة وده عندهش واسطة والشائعات تشيع وفي الآخر لا تجد هذا الأمر ولا شيء من هذا ولكن الشائعات فانا اهم شيء في هذا الأمر بالنسبة للأسرة امنعوا الشائعات على قدر المستطاع عن أبنائكم وبناتكم لأنها طريق موصل إلى الإحباط والإحباط في آخر الأمر قد يؤدي إلى مثل هذه الأشياء الكلام اخيرا انا معادي اقتين دكتور يعني المؤسسات الدنيا هل تقوم بواجبها في خلينا نقول في التصدي لهذه القضية انا مقدر شقول في اي قضية انسانية ان اي جهة تقوم بواجبها مفيش ليه لاننا نطلب المزيد دوما انا ضربت مثال على المسلحة التي انا فيها المؤسسة اضر افتاق المسلحة بنعمل هذا جهد المقل كما يقولون ينبغي كل المؤسسات زمون طح لك يقومون بهذا يعني مثلا انا اعمل في خطبة الجمعة اكلم عن الانتحار بطريقة بين الترغيب والترهيب الترهيب عشان ما هونش من مسألة الانتحار وان ده عمل بتقتل نفسك وان انت كده هتغضب ربك يعني مش هتروح ترتاح في الاخرى ممكن يعني ممكن ما تروحش ترتاح في الاخرى فاكن انت كده هترتاح نقوله لا انت هترتاح مع انك مسلم بكلم بالنسبة للمسلم مع انك مسلم ممكن ما ترتاحش لان جات في حاجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه صحابه اسمه الطفيل بن عمر الدوسي عشان بس ندي ان فيه عذاب وفيه برضو رحمة من رب العالمين الطفيل بن عمر ده سيدنا من قبيل الدوس او من دوس في اليمن كان عاوز سيدنا النبي بدلا من يروح المدينة يروح اليمن فقاله لا انا عاوز هقعد مع الانصابة المهم جيه عمر الطفيل بن عمر الدوسي الى المدينة ومع واحد عندي سيدنا النبي فلمعادة ما تحملش جو المدينة اكتووا يعني المدينة جو المدينة مشواخد عليها غير نماطية بالنسبة له فكأنه داي زهق تعب شوية فما استحملش عمل ايه اخذ مشاقص سكينة ورح قاطع براجمه هدي اللي هو الشرائل وقعد تنزف لحد ما مات فالراجل ايه اللي بيعامله في نفسه ليه طب مو الطفيل بن عمر موجودة وكل الناس موجودة مش معين انت يعني المهم لما عمل كده والحديث في صح مسلم فسيدنا عمر طفيل بن عمر للصحابي شاف الراجل اللي معاه دا اللي جاي معاه شافه في المنام جاي وشه مور فقال له ماذا فعل الله بك قال له غفر لي وقال له ام غط ايدي قال له وماذا وماذا عن يديك ماذا فعل يديك قال لن نصلح ما افسدته انت انت افسدته في الدنيا مش هنصلحه معينك انت وشك منور وغفر ليك بس طبعا تدورك هو فسيدنا النبي صاحب لما حكى له الخصة قال اللهم وليديه فاغفر يعني يديه خليه زوشه كده منوره وبابنه للجنة فعشان كده بنقول ان المنتحر هذا بنقول له انت ما تهونش الامر وتقول ده مش كفر وبنقول له في نفسه بنقول للناس بقى عشان التنمر وهذه الاشياء ولكن بدل ان نتنمر نحاول ان نقف مع كل انسان نلحظ فيه شيئا من هذا ان نقف معه بالطبطبة وبالرحمة المعهودة في الشرائع وخاصة في الشرائع الاسلامي شكرك شكرا جزيلا دكتور مجد عشور المسشار العلمي لمفتي الجمهور شكرا جزيلا شكرا جزيلا بكده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام نشوفكم بكرة بإذن الله نسبوع وقت شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة